هذا عن حقيقة التصوف أنتقل لفكره يعني أنا أتحدث هنا عن التسلسل في الوصول للطرق من طريقة إلى فرع ومن فرع إلى أفرع والتسلسل بهذا المصار لكن أنا أسأل كمان عن فلسفته وروحه التي يمكن أن تسكن أي إنسان عادي كان يعلم أن هناك طرق أو لا يعلم شخص بسيط لا يدرك أن هناك طرق لصوفية أو يدرك أن هناك ورد هنا أو عمل هناك أو فكر هنا أو فلسفة هناك هو إنسان عادي ما هو الجوهر الذي يمكن أن يلمسه أي شخص بسيط عادي فيستشعر أنه أو يقرأ منه أنه على التصوف الصحيح أو السليم نعم هو إحنا عارفين أن الإنسان يتكون من جسد وروح والجسد له غذائه والروح لها غذائها وإذا عملنا عملية التوازن غذاء الروح مع غذاء الجسد بنجد الإنسان المتزن الطبيعي السوي السوي إذا الجسد زاد عن الروح شوية بيبقى الإنسان اللي يعني ما السوي أو الإنسان اللي بنجده يعني أخذته المادية نعيب عليه أنه أخذته الشهوات والمادية لأن الجسد تغلب عن الروح فزادت عملية الشهوات عنده ومن شهرة واستمتاع بالدنيا الإسلام لا يحرم الاستمتاع بالدنيا ولكن لابد أن تكون هذا حلالا وأن لا يكون فيها كبر ولا غرور ولا بد أن يؤدي الحقوق اللي عليها أدي الحقوق إذا سيد أبو الحسن إن شاء ذلك نقول ليه اعرف الله وكن كيف شئت يعني اعرف حقوق الله وحدوده الحلال والحرام والأوامر والنواهي وبعد كده والحقوق حقك وحق ربنا وحق الفقراء وبعد ذلك كن كيف شئ استمتاع بحياتك كيف تشئ وعمل كيف ما تشئ لكن اعرف الله وكن كيف شئت الإنسان لما الروح تزيد شوية عن الجسد بنجد الإنسان بقى اللي وصل إلى مرحلة أنه أصبح لا ينظر إلى الدنيا ويعني أصبح منشغلا بالآخرة أكثر من الدنيا ده مقام الزهد مقام من مقامات الزهد لكن عندنا إحنا المعتدل ولا تنسى نصيبك من الدنيا فالإسلام أمرنا إن إحنا ندي ربنا حقه ندي العبادة حقها وكذلك نأخذ حق أنفسنا يبقى فيه هنا توازن الإنسان المتوازن الوسطي السوي هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر